هاي كيف كون؟ كر بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الثور رح حاول أحكي عن الأحوال العاطفية لك رح حاول أحكي عن مشاعر الحبيب نواية نوايك أنت بالتوازي كذلك رح حاول أحكي حتى عن الناس العزيب هل في شخص يعني رح يكون بحياتهم أو جديد رح يتعرفونه وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكراب لقناتي تتعاموني بالكومنت وما تنسوا تفعلوا جرس الإنذارات لايصلكون كلي جديد بحثوا بالقناة كمان على أن هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع إذا حسيت أن هذه القراءة لا تشملك أو ما بتحكي عن قصتك أنت حاول تشوف فيديوية التانية اللي هي البرج الشمسي والقمري أو الطالع لأنه أنا بنوية على ثلاث أبرج عمشوف أنا يا برج التورع لأنه انت في عزلة مع النفس أنت مبتعد عن الناس مبتعد عن كل أشياء اللي عم تجيب لك ألاء عمشوف أنه في تغيير رح يحصل بحياتك وخاصة من ناحية العاطفة في تغيير جدري رح يحصل في موت وحياة جديدة أنت رح تتغير أنت رح تبدأ من جديد بعلاقة حتى ممكن أنه تغير نظرتك تجاه العلاقة تكتسب أشياء جديدة أنت ما كنت عرفها ممكن حتى أنه تكون في علاقة من الماضي ستعود اللي تحيا من جديد يعني حتى كانت حسست أنه خلص ماتت وسنوات ما عم تحكي معت الشخص وبيرجع بشيء من الندم وممكن حتى أنه يطلب الغفران منك وأنه بده يتزوجك حس أنه أنت الشخص المناسب لأنه عم يتلع ده كأنه حس أنه أنت شخص المناسب بحياته وبده يكمل معك حياته عمشوف حتى أن الشريك يعني الحبيب بده بداية جديدة عمشوف طاقته حاليا طاقته طاقت المحب هذا الإنسان بحبك عن جد وبده بداية جديدة معك بده يوطد العلاقة أكثر تصير قوية وتصيره مع بعض كأنه هذا الإنسان إلو زمان ما حكي معك إلو زمان حتى نسيت أنه رح يرجع وهذا الإنسان تغير كمبيتلي أو يعني مر بتغير كتير كبير بحياته لتوصل أنه أنت الشخص اللي بده يكمل معك حياته وعم شوفه بده يرجع العلاقة كتير قوية عم شوفك أو بشوف مشاعرك كنت دائما عم تفكر فيه دائما كنت فيه أرق وفيه تفكير دائم من ناحيتك أنت يا برج التور عم شوفك يا برج التور حتى أنت كان بدك بداية جديدة كان بدك بداية بس مو مثل البداية السابقة كل مرة يرجع ويقولك حكي منه صادق أوكي كأنه كان بدك بداية تكون حقيقية أنه يتغير هذا الشخص فعليا وأنه تقدمه بالعلاقة حتى أنه هذا الإنسان عم شوف بده يرجع العلاقة يعني إلى ما كانت إليه أحسن عم شوف نية هذا الإنسان في زواج أوكي بده يتزوجك هذا الشخص أوكي الشيء اللي ما بحبه فيك يا برج التور ممكن أنت قفلت الأبويب عليك كان كلامك حد جدا مع هذا الإنسان قفل الأبويب التواصل لأنه بيطلع للأيس أوف سورتس مع الأيت أوفونس الأيت أوفونس تعني محادثات ورسائل كتابية والأيس يعني بلوك في شيء من الحدية يعني كأنه أنت قاطع كل الأبويب ما بدك تحكي أبدا مع هذا الإنسان وكان قرارك كتير بالنسبة له إيه في كلام جارح كأنه تداولت كلام جارح بيناتكن أو حتى لو ما يعني مو بالضبط أنه يكون كلام جارح ممكن يكون كلام حاد يعني كلام قاسي بس عمشوف في قرارات حاسمة أخدت اتجاه هذا الحبيب وممكن هو بالنسبة له كان بالنسبة له كان شوي قرارك مجحف تجاه هذا الشخص عمشوف حتى الأشياء الإيجيبية اللي بحبه فيك على أنه أنت آدم إنسان شخص إنساني يا ما سعبته بحياته يا ما جعلت يعني دعمته بحياته كنت دائما تنظر إليه بشيء من الإيجيبية حاليا عم يقدر هذه الأشياء على الفكرة الأشياء اللي ما بتحبه فيه أنت يا برجتور كأنه هذا الإنسان فيه كارما عم يتلعلي وراء الكارما وهذا الإنسان عم يتلعلي كأنه خانك خانك مع شخص آخر فيه خياني من نوع خاص يعني أنت حسيتها يا برجتور حتى ممكن هي برجتور عم شوفه فيه نوع من السحر للبعض كأنه نعمل لهم أشياء يعني مو حلوة نعمل لهم أشياء مش حلوة أبدا وكأنه كان قصدون يؤذوك يا برجتور وكان بيؤذيك هذا الإنسان بيؤذيك من جميع النواحي عم شوف فيه أذية لإلك يا برجتور ممكن هذا الإنسان توصل حاليا على أنه أنت الشخص المناسب لإله وأنت الشخص الذي ظلمك كتير بحياتك كتير ظلمك وفيه يعني لهيك عم يفكر أنه يتزوج وبيفكر أنه أنت الشخص المناسب وأنه يصلح الأمور ويعني بيطلع لي تغيير حاصل بشخصيته بشكل غريب عجيب لهيك أنا بيطلع لي أنه أذاك هذا الإنسان كتير كتير أذاك وممكن لهيك أنت سكرت الأبواب سكرت كل الأبواب الكمنيكيشن بيناتكن خلاص ما بدي أحكي معك وما بدش أي شيء معك حتى عم شوف أنه الأشياء اللي بتحبه فيه حتى بالأشياء اللي بتحبه فيه عم شوف فيه كأنه أنت ماضل أشياء حلوة تتذكروا فيها أوكي كأنه هذا الإنسان عم شوف فيه خسرة حتى بالأشياء الحلوة ما عم شوف فيه أشياء حلوة عم شوف تتطور وهي أسعب كرت بيطلع بالتروت يعني كأنه أنت كنت على مقام كان عم يكذب عليك هذا الإنسان وكنت بأعلى هذا البرج وفجأة نصدمت من شيء وفيه سائقي دربت هذا البرج وأوقعتك يعني أنت نصدمت من هذا الإنسان كأنه كنت ما عم تشوف الحقيقة أبدا ما كنت عم تشوف حقيقة هذا الشخص بس نصدمت فيه كتير عم شوف أنا أنه خلص ما بدك نهائي أنه تكون مع هذا الإنسان لأنه منه صادق حتى نيتك أنت تهتم حاليا بتهتم حاليا بالعمل بتهتم لنفسك تهتم لشخصيتك تهتم لكتير من الأشياء برج الضال بس ما عم شوفه عم شوف يعني عم تهتيه اهتمام أكثر حتى هو هذا الإنسان بده يعني رجع الأمور بس هو بيعرف من جوية قلبه أنه الأمور خلاص نسكر عليها وأنه الأمور وصلت لمرحلة تستطيع الرجوع أنا عم شوف في نية أنه بيطلع لي دسان يعني في نية أنه ترجع الأمور إلى ما كانت إليه من قبل وإلى البدايات يعني هو أصلا حائر يعني كأنه بيحس حاله بركة إذا يعني يعني رجع لإليك أو رجع لإلك حتى ترفضه لهيك أنا عم شوف في حيرة من نفسه وفي أمره في كتير اللوجان وفي كتير أوهام عم تجي بباله في كتير سهر لهذا الإنسان كتير ندمين بس ممكن عمل أشياء لا تغطفل بالنسبة لإلك أما مستقبل العلاقة ما عم شوف فيه مستقبل جيد لأنه بيتكعلي في فقر في عدم ممكن حتى أنت ما رح تعطي فرصة أصلا لهذه العلاقة لا ترجع كأنه أخدت منك الكتير ولم تأخذ منها إلى الألم أم شوف أصلا مستقبل العلاقة يقول إلى شيء عم شوفك كتير تعبين يا برج التور عم شوفك بلشت تتشافى من هذه الألم حتى مشاعرك أنا ممكن بيء بيء علم لأنه أكملت القراءة عم شوف أنه مشاعرك كانت مو أنه بدك ترجع على هذه العلاقة بدك أنه تبدأ بداية جديدة من غير علم لأنه تعبت بالسابق كان في تفكير وفي علم وفي جرح كتير قوي بس بدك بداية جديدة تحصل بحياتك أنت يا برج التور حتى أنه بشوف للناس اللي عزيب ما عندهم حدا بحياتهم عم شوف في شخص جيد عم شوف في شخص مدية حلوة رح يأتي بحياتك كتير إنسان جميل حتى ممكن يكون شخص من بلد تاري مو من بلدك مسافر وحتى مدية حلوة عم شوفه شاب كتير حلوة عم شوفه حتى شخصية رح تجرب لك السعادة عم شوفه للناس العزيب عم شوفه يعني علاقة جيدة جدا حتى أنه يعني النصيحة أنه هيدا هو حب حياتك هذا اللي رح تتعرفه على لعب شهر فبراير أو حتى بالمستقبل هذا الإنسان هو يحب حياتك وهذا هو الشخص اللي كتير حلو تكمل مع حياتك كانو هادا الشخص خلص لح لأنه يعني بطاقة التور بيتلع التغيير رح يحصل بحياتك لازم يعني تتعرض لتغيير وهادا التغيير رح يجيب لك يعني وخاصة اللي عزيب أشخاص شخص وخاصة شخص جيد جدا بيقلك أنه هادا الوقت أنه أنه تنقي طاقتك لأنه أنه خلص لأنه عم شوف أنه تنسى يعني تنسى الحبيب السابق وتنسى الألم اللي عشت مع هذا الشخص خاصة أنا عم شوفه خاصة للناس اللي بعلاقة اللي هن منفصلين أصلا عم شوف هذي الكارت لقلون لأنه بيقلك لازم خلص تشيل هادا الشخص من حياتك ما انه شخص مناسب أبدا وبيقلك بيقلك إنه ماديا إنه تهتم أكثر بالماديات وتهتم بالعمل حاليا اهتمامتك رح تنصب إلى الفلوس والمال وإلى العمل المهني لأنه ممكن حاليا الطاقات أو الشخص الذي سيأتي ندمين ما سبب لك إلا الألم وكأنه الأوراق حتى عم شوف الطاقات يعني تحذر إنه ترجع لهذا الشخص بيقلك إنه لازم يعني تهتم أكثر لأشياء عديدة ما ما تهتم لأشياء سلبية لأنه دائما طاقة إذا بتنمو وعلى شون يعني حطيتها بتنمو يعني إذا حطيتها بالعمل وبالفلوس رح ينمو ليصير أشياء جيدة إذا حطيتها بعلاقات فاشلة ما رح تعطيك إلا السلبية وكل الألم كمان بيقلك بيسترونج لازم تكون قوي لازم بيقلك إنه أنت أقوى مما تضن لازم تقوي حالك وتكون سعيد أوكي بيقلك ما عم شوف في فولاتيلية عم شوف في إنه في انفجارات رح تحصل كأنه خلاص بيكفي ألم ويكفي جرح أنا بدي عيش حياتي بدي أهتم للعمل أهتم للفلوس أهتم لأشيك عديدة ما أهتم لعلاقات فاشلة ما شفت منها إلى الألم بيقلك إنه كل الأشياء اللي تعرضت لسلبية ما هي إلا لتحسن من الموارد المادية لإلاك والنجاحات المالية هدا اللي بيطلع لأصحاب القراءة لبرج التور بيتمانا لكم كل الخير والمسارات وما تنسوا تعملوا لي لاعيك وسبسكراب شكراب